السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة اسرع الوصفات اليوم ان شاء الله ساقدم لكم وصفة ناجحة باذن الله مئة بالمئة لمشكل يعاني منه الكثير من النساء والرجال ايضا بالنسبة لهذا المشكل هو الانتفاخ اولا تحت العينين ثانيا التجاعد في العينين تحت حول العينين ايضا الهلات السوداء ايضا هذه الوصفة تصلح للاستعمال على الوجه بالكامل بالنسبة لماسك اليوم قوي جدا على هذه المشكل ويعالجه في وقت سريع جدا ولكن هناك ايضا اسباب لظهور هذا المشكل يجب تجنوها حتى لا يظهر معنا عندنا هذا المشكل وتكثر التجاعد في هذه المنطقة اول سبب من اسباب ظهور هذا المشكل هو عدم الانتظام في النوم والصهر لفترة طويلة جدا وقلة النوم يجب ان يكون النوم منتظم يعني ننام في بعد صلاة العشاء تقريبا مباشرة وعادي اننا اذا صحينا في الصباح في وقت مبكر ايضا القلق يسبب ايضا هذا المشكل نحاول تجنبه قدر الامكان ايضا استعمال الاجهزة مثلا جهاز الهاتف او اللاكتوب هذه الاجهزة التي فيها ضوء قوي خاصة في الليل في نحاول اننا نستعمل هذه الاجهزة وليس لفترات طويلة جدا نقلل اه نقلل من استعمالها اه من احسن ان نتصفح المواقع او الاشياء الاخرى في النهار يكون احسن وليس لفترات طويلة اه ايضا اذا كانت هناك حساسية في العينين او اي مرض في العينين اه ممكن ايضا يساعد كثيرا في اه انتفاخ العينين وتورمهما وظهور هالات سوداء عليها وبعد هذا الانتفاخ بعد ما يختفي نلاحظ انه اصبحت اه دائرة العينين مجعدة لذلك يجب علاج اذا كانت هناك حساسية ايضا نصيحة اخرى اقدمها يعني اه هي شرب الماء بكثرة يساعد كثيرا في التقليل منهور التجاعد سواء في العينين او الوجه بالكامل مع استعمال هذه الخلطات او الماسكات التي ساقدمها سوف اه يختفي هذا المشكلة ان شاء الله في وقت اه سريع جدا اسفة على الاطالة في الكلام ولكن كان لابد اني اتكلم على هذه النقاط لانها مهمة جدا يعني اذا كنت اه اذا كنت اه اذا كنت انت تعرفينها هناك من لا يعرفها لذلك اردت ان افيدكم بها وبعدها قلت نقوم باستعمال هذا الماسك او هذا المساج عبارة عن مرطب اه يغذي البشرة ويساعد كثيرا اه في تخلص من هذا المشكل وطريقة استعماله مهمة جدا يعني لا يجب متابعة الفيديو حتى الاخير حتى اه ننجح في طريقة استعماله لانها مهمة جدا اه قبل ما ابدأ في كل هذا اتمنى منكم دائما دعما لي وتشجيعا لي لايك وشير الفيديو ايضا اتمنى من الذين اول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك فيها واكيد انتظر اراءكم وتعليقاتكم الجميلة نبدأ في خطوات الوصفة اول شيء الخطوة هذه فيها خطوتين الخطوة الاولى اه انصح بها اكثر الناس الذين يعانون من الانتفاخ نحتاج فيه اول شيء الى الحليب السائل ولكن ضروري جدا انه يكون بارد جدا تقيبا مثلج نأخذ كمية من الحليب السائل كمية قليلة جدا ثم نأخذ قطعة من القطن تكون بهذا الشكل حتى تساعدنا في وضعها تحت العينين نغمس قطعة قطعة القطن في الحليب بهذا الشكل نعصرها قليلا نحس انها باردة ونضعها تحت العينين بهذا الشكل يجب ان يكون حليب مثلج وبارد جدا اه نستمر اه على وضعها دقائق بعد فترة يعني بعد خمس دقائق نحس ان القطعة القطن اصبحت اه دافئة قليلا نعيد وضعها مرة اخرى ونعصرها من الحليب بهذا الشكل ونضعها تحت العينين اكيد العينين الاثنين مع بعض نترك هذه القطعة على العينين تقريبا عشر دقائق ثم نزيلها ونوصل الوجه بالماء البارد نستمر او نكرر هذه العملية تقريبا يوميا ستلاحظون ان الانتفاخ بدأ ينقص تقريبا من الاستعمال الاول تلاحظون ان الانتفاخ بدأ يختفي ثم نأتي الى المرحلة الثانية وهي مرحلة عمل المرطب لتحت العينين سنحتاج فيه الى مكون رئيسي وهو زيت جونسون للاطفال بالنسبة لهذا الزيت هو زيت خفيف على البشرة يعني تمتصه البشرة بسرعة وبسهولة يعالج حتى اسمرار البشرة والتجاعد بعمق ولكن لن استعمله لوحده سنضيف له بعض الاضافات حتى يصبح مفعوله اقوى نضيف تقريبا مقدار ملعقتين من زيت ثم نضيف المكونات الاخرى بالنسبة للمكونات الاخرى اول مكون سنضيفه هو جال الصبار او جال الالوفيرا اذا توفر عندنا الطبيعي الذي نستخلصه من الورقة يكون احسن اذا لم يتوفر نستعمل الجايس نضيف تقريبا نقدار ملعقة من جال الصبار نضيف المكونات الاخرى وهو ماء الورد نضيف تقريبا ايضا تقريبا ملعقة من ماء الورد وبعدها نضيف مكون اخر وهو ايضا رائع جدا لجميع مشاكل البشرة خاصة التجاعد والهلات السوداء وهو الفيتامين اي او ما يسمى الفيتامين ا او نضيف تقريبا كبسولة صغيرة او نصف ملعقة صغيرة اذا كان في قارورة ونخلط المكونات جيدا مع بعض حتى نتحصل على الكريم بهذا الشكل ونبدأ بتطبيقه اكيد من الاحسن نستعمله في الليل انصح باستعماله في الليل ايضا ممكن نستعمله لكامل الوجه يعالج التجاعد بعمق بالنسبة لطريقة الاستعمال على بشرة نظيفة تماما نأخذ كمية من هذا الخليط نوزعها اسفل العينين بهذا الشكل نقوم بالسحب خفيف من الاسفل الى الاعلى وبعدها نقوم بالطبطبة برؤوس الاصابع بهذا الشكل ثم نستمر لعدة دقائق بالسحب من الاسفل الى الاعلى قلت من الاحسن نستعملها في الليل حتى تبقى هذه او يبقى هذا الكريم على الوجه اطول مدة ممكنة ويعالج التجاعد نتركه على البشرة اطول مدة ممكنة ممكنة خمسة واربعين دقيقة حتى ساعة ولكن قبل النوم لا نقوم بغسله لا نقوم بغسله نأخذ قطعة من المناديل الورقية ونقوم بمسح هذا السيت فقط لا نقوم بغسله وننام وفي الصباح نقوم ونغسل الوجه جيدا اكيد من الاحسن عدم تعرض للشمس خاصة اذا استعملنا اي ماسكات للبشرة نداوم على هذا المرطب يوميا حتى نتخلص من هذا المشكل نهائيا ان شاء الله